ومن أظلم ممنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم الآية تقول ومن أظلم ممنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ظاهر الآية معناه لا أحد أظلم ممنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه صد الناس عنها منع الناس أن يدخلوا إلى المسجد فيذكروا اسم الله تعالى ذلك أن المشركين صدوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام عام صلح الحديب صدوهم أن يأتوا إلى المسجد الحرام ليذكروا الله تعالى وحده فالله عز وجل قال ومن أظلم ممنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ظاهر الآية تقول لا أحد أظلم من هؤلاء لكن هذا التعميم مخصص هو يوجد أظلم من هؤلاء فالمشرك ظلمه أشد من ظلم مسلمين منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فيه خرابه يعني إذا كان هناك مسلم وفعل هذه الفعلة ولا في واحد مشرك أيهما أعظم الشرك لما تخريب بيوت الله لا الشرك أعظم قتل النفس أعظم أو تخريب بيوت الله أعظم لا قتل النفس أعظم نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأكبر والكبائر الإشراك بالله وقتل النفس قتل النفس أعظم من تخريب بيوت الله عز وجل والإشراك بالله أعظم من تخريب بيوت الله عز وجل لكن ظاهر الآية يقول لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فيه خرابه لكن العلماء قالوا هذا الظاهر غير مراد لأنه مقيد بأحاديث أخرى لكن الله عز وجل والقرآن الكريم استخدم هذا الأسلوب ليدل على عظمته وسوءه وفجور هذا الفعل الشديد وكأنه من أسوأ الأعمال أن تصد عبدا من عباد الله أن يدخل بيت الله عز وجل أن تمنعه أن يذكر الله عز وجل أن يخرب إنسان بيتا من بيوت الله عز وجل وهذا المنع وهذا التخريب أيها الإخوة نوعان منع وتخريب مادي يعني فعلا واحد يقف على باب مسجد ويمنع الناس أن يدخلوا إليه المشركون هكذا وقفوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا جيشان وقالوا محمد لن يدخل إلى المسجد الحرام هذا منع مادي التخريب المادي فعلا أن يحطم بيتا من بيوت الله عز وجل وقالوا هناك منع وتخريب مجازي فهلا إذا فيه إنسان بيجي على الجامع لكن يأكل أموال الناس بالحرام ويتخذ قدومه إلى المسجد سترة ووقاية يعني لكي يفرج الناس أنه إنسان صاحب دين وناس ملاح لكي يأتي الناس يعطوه مصري أنه أخي لك مصدحة تشغل معي معي مصريك أنا صاحح لي تجرى تربح فيي القرش بدوبل معك خلال شهر بدوبل وأنا بحضر معك بالجامع وبصلي وبركي من اجتمع نحن يوم التنين نصلي جن بعضنا لبعض فيأتي مثل هذا الإنسان يسيء إلى هؤلاء الناس يأخذ أموالهم ثم ربما لا يرد لهم هذا المال يأكلوا أموالهم ظلما بيقوم بعض الذين كانوا يأتون إلى المسجد بيقول لك أخي ما دام صحابين الدين وأهل المساجد هيك أنا بطلت صلي وبطلت إجي على الجامع وبطلت إدخل بيوت الله فهذا الرجل منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه بس هذا المنع ليس منع مادة وإنما منع مجازي إذا امرأ صاحب الدين ملتزمي بتحضر بالمساجد تقرأ القرآن وبتحفظ قرآن تزوجها شاب طمعا بأن حافظة القرآن الكريم تعينه على سلامة دينه على تكميل دينه تعينه على تربية أولاده وإذا بها لما تزوجها سليطة اللسان سيئة الأفعال شرسة الخلق تتعامل مع أمه معاملة شريرة الله أكبر فحين وطلقها وعند طلاقها كمان أرجط نجوم الظهر في طلاقها فقال لي أنا لا أريد إنسانة تدخل إلى المساجد بدي وحدة من برات الجوامع أنا ما بدي جمعة الجوامع شو عملت هذه المرأة؟ منعت مساجد الله أن يذكر فيها أسمعه لذلك الله عز وجل قال في الآية الثانية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر يعمر العلماء قالوا هذه عمران المساجد العمران المادي والعمران بالأبدان مين اللي بيحضروا في المساجد مين الذين يقيمون شعائر الله في كل هذه الأرض اعلموا يا أخوان أن السجود يجوز في أي مكان في الأرض وأنتم تعلمون يعني الآن الصلاة ما بتصح إلا بالمسجد على الرصيف أنا بقدر صلي بالشارع بقدر صلي بالمزرعة بقدر صلي بأرض المطار بقدر صلي بالملعب بقدر صلي كلها مساجد كلها أماكن للسجود أنا مطلوب إلي أنا المسلم أن أجعل في بيتي مسجدا وأن أجعل محلي مسجدا وعيادتي مسجدا وطريقي مسجدا وجامعتي مسجدا مسجد مش بس مشان اسجد فيه في وقت صلاتي من أجل أن يكون عامرا بأوامر الله عز وجل فالآية تقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك لهم عاقبة وعاقبة سيئة وعدهم الله تعالى بها ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين وحصل ما قال الله تعالى بالنسبة لقريش في يوم صلح الحديبية عندما صالحهم النبي قبل يوم كانوا منعوه أن يدخل المسجد الحرام فصالحهم تمر الأيام ويفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهؤلاء يخافون وهم في مكة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن لأنهم كانوا خافوا ماذا سيفعل فينا محمدون صلى الله عليه وسلم من دخل داره فهو آمن أمنه من نبي صلى الله عليه وسلم بعد خوفهم من دخل المسجد الحرام فهو آمين فراحوا يدخلون بيوتهم بعد هذا الخوف أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم هذا الكلام وإن كان نازل في أهل مكة لكن القرآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني هي نزلت بسبب معين لكن العبرة بعموم هذا اللفظ لذلك اجتهدوا أيها الإخوة أن تكونوا ممن يعمرون مساجد الله بأبدانهم وبأموالهم كمان إذا أنت الله أكرمك ساهمت ببناء مسجد هذا كمان خير كتير كبير لكن أساس بناء المسجد ليس فقط عمار الجدران تبعه أساس بناء المسجد أن تعمره بوجودك أن تعمره بإقامة شرع الله عز وجل في المسجد وخارج المسجد وإلا يا إخوان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من أبسط مساجد الدنيا ثم قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم في متابعة سياق الآية لما منعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من أن يدخلوا المسجد الحرام الله عز وجل أنزل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله يعني فثم رضاء الله عز وجل يعني رضاء الله عز وجل ليس بقلب المسجد الحرام يعني أنتم لو منعتم في هذا العام من دخول المسجد الحرم أينما صليتم أينما أقبلتم على الله هناك يرضى الله تعالى عنكم ما إن تمد يدك لله حتى يقبل الله تعالى عليك ما إن تلتفت إلى حضرة الله حتى يقبل الله عز وجل إليك هذه الآية استنبط منها العلماء بالإضافة لإحاديث أخرى فوائد متعلقة بالصلاة نحن الآن يا أخوان تعلمون بأن من شروط الصلاة استقبال القبلة نحن الآن القبلة هيك من شروط الصلاة أن نستقبل القبلة فأنتم تصلون مستقبلاً قبلة ولو أن إنساناً صلى مستدبر القبلة يعني واحد فات على جامع أناس إما عامداً أو جاهلاً استدبر القبلة ما حكم صلاته باطلة سواء كان عامداً أو جاهلاً لابد في الصلاة من استقبال القبلة لابد من استقبال القبلة إلا في صلاة واحدة لك أن تصليها حيث متجه لو بدون استقبال القبلة إذا كنت تصلي نافلة في السفار على راحلة ثلاثة ثلاث شروط كنت تصلي نافلة في السفار على راحلة أما الفرض يا إخوان إذا أنا لا أريد أن أصلي نافلة أريد أن أصلي فرض بالفرض لابد أن تقف السيارة ولابد أن ينزل ولابد أن يصلي قائماً أريد أن أصلي الفرض حسناً لا أستطيع إن شاء الله تصلي قضاءاً أو إذا كنت تعرف الجمع وكان يحق لك أن تجمع بين صلاة أن تصلي صلاة ظهر وعصر تجمع صلاة مغرب وعشاء أما النافلة في سفر إذا كانت الراحلة ماشية لك أن لا تستقبل القبلة فهذه صلاة لا تستقبل فيها القبلة وفي صلاة تانية لا تستقبل فيها القبلة أنا قلت واحدة في صلاة تانية هي عند استضام والتحام الصفوف يعني في المعركة ممكن أن لا نستقبل القبلة